موسيقى أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم البرمجة معاكم علي الكشف في الحلقة دي نتعلم أكتر عن البرمجة زي ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت أدوات كتير باستخدام البايسون قدرنا نعمل بيها تطبيقات وألعاب مختلفة حلقة النهاردة هنتعلم فيها أوامر مهمة جدا هتقدر تخلينا نعمل مع بعض تطبيقات كتير وهنستخدامها في الحلقة الجاية علشان نعمل بيها تطبيق مع مكتب التكنتر فعشان كده هلنا نبدأ مع بعض حلقة النهاردة ونشوف إيه الحاجة اللي هنتعلمها جديدة جاهزين؟ يلا بينا موسيقى زي ما عرفنا من أول حلقة لنا إن إحنا باستخدام البرمجة وخصوصا البايسون بنبتدي نعرف مجموعة من الأدوات وكل أداية من الأدوات دي بنقدر نستخدمها عشان نعمل أمر معين والأمر دي بابتدي إنها أكتبها للكمبيوتر عشان يشوفها ويكتب أو ينفذ عملية معينة أنا عايز أعملها يعني ببساطة هي الطريقة اللي أنا ممكن نتكلم بيها الكمبيوتر طيب إيه بقى الحاجة اللي إحنا نتكلم عنها النهاردة؟ حالة النهاردة هنبتدي نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الفايل هاندلينج بوساطة أكيد كلنا احتاجنا في يوم من الأيام إن إحنا نعمل ملف على الكمبيوتر بتاعنا نكتب جواه كلام نصي معين سواء كنت بتعمل بحث للمدرسة أو حتى ريبورت أو حتى كنت بتكتب النوتس بتاعتك على الكمبيوتر علشان تسجلها عليه دي كلها عمليات بنحتاج فيها إن إحنا ننشئ ملف معين كل اللي بيعملوا أو كل السياغة اللي أنا بعتعامل بيها من خلال الملف ده هي عبارة عن تكست أو نص معين وعن طريق الملف ده بقدر إن أكتب فيه الكلام اللي أنا عايزه علشان أحفظه أو إن أنا أعمل عليه أي عملية أنا محتاجها ممكن نقول إن الطريقة دي نقدر إن إحنا نعملها عن طريق برامي كتير زي المايكروسوفت أو حتى النوت بعد السامبل جدا اللي ممكن نجابها على أي كمبيوتر بس اللي إحنا عايزين نعمله النهاردة إن إحنا نتعامل مع نفس الملفات دي بس كمبرمجين بمعنى إن إحنا نقدر نعمل كل العمليات اللي إحنا نعملها في حياتنا العادية بس باستخدام البرمجة سواء عملية إنشاء الملف أو حتى إن إحنا نكتب حاجة جوه الملف أو حتى إن إحنا نقرأ الكلام اللي إحنا كتبناه وكمان هنقدر إن إحنا نعمل عملية ديليت أو حزف للملف لو إحنا عايزين عملية استخدام الملفات في البايسون نقدر نستخدمها بعد كده في تطبيقات كتير جدا ممكن إننا أخذن فيها بيانات معينة بتاعة اليوزر أو العميل اللي بيستخدم البرنامج بتاعي أو حتى إننا هقرأ بيانات منه وعلى أساس هبتدي إننا أعمل عمليات معينة جوه الكود بتاعي وبناء عليها أخذ قرارات معينة وعلى كده ممكن نقول إن فيه تطبيقات كتير جدا 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 نقدر نستخدم موضوع الفايل هاندلينج أو التعامل ما بين البايسون وما بين التكست فايل في حاجات مختلفة تعالوا نبتين نشوف مع بعض إزاي كل الحاجات دي هنقدر إن إحنا نترجمها بسيغة كود برمجي بالبايسون هنقدر إن إحنا نكتبه علشان ننفذ كل العمليات دي باستخدام الفايل هاندلينج ممكن نقول إن أي كومند أو أي أمر هنكتبه علشان يبتدي إن إحنا نتعامل مع الفايلز أو الملفات بتاعتنا هيكون بيتكون من الجزء المهم ده حاننا نشوف مع بعض إيه هو الكومند الأساسي اللي من حلاله هقدر أعمل أي عملية ممكن أحتاجها من حلال البايسون في الفايلز أو الملفات اللي إحنا هنعملها هلأي الملف الأساسي إن أنا هبقى محتاج أعمل ممكن نقول بسيغة الأوبجكت اللي إحنا متعودين عليه فهعمل أوبجكت أو العنصر اللي أنا هتعامل من خلاله مع أي ملف بعد كده فممكن نقول إن على سبيل المثال إن أنا هعمل الأوبجكت بتاعي هسميه F وعن طريق الـ F هبتدي أستحضمها في أي أمر من الأوامر بتاعتي بعد كده هحتاج إن أنا علشان أعمل أي عملية لأي ملف هحتاج إن أنا أستحضم الأمر أو ممكن نقول إن الـ class بتاعت الأوبن بمعنى إن أنا لو جيت قلت له إن أنا عايز أعمل أمر جديد فهنا هقوله إن أنا عايز أفتح الملف ده وابتدي أعمل عليه العملية بتاعتي لو عايز أكتب على الملف التكست فايل هحتاج بردو إن أنا هقوله افتح لي الملف وابتدي إن أنت ضف لي كلام أو نص زياد عليه نفس الكلام مع بقى العمليات لازم إنها أبتدي أعمل عملية فتح الملف الأول وبعد كده أعمل العملية اللي أنا عايزها أياً يكون كانت إيه هي بعد كده هبتدي أقوله إسم الملف اللي أنا عايز أتكلم عليه سواء إن هو قريدي ملف موجود عندي أنا كنت عامله قبل كده ومخزن كمان جواه حاجة فممكن إن أنا هبتدي أقول اسم الملف ده علشان أقوله إن أنا عايز أعمل عملية معينة سواء أنا عايز أكتب عليه من أول وجديد أو أن أنا عايز أعمله عملية حذف أو أي نقل وممكن كمان تكون الملف ده مش موجود عندي وأنا عايز أعمله عملية إنشاء أو أن أنا هعمله create من أول وجديد فهبتدي برضو أن أنا أحدد اسم الملف وبعد كده هقوله أن أنا عايز أعمله create تعالوا نروح مع بعض اللي الكود البرمجي بتاعنا وهنفتح برنامج الVS Code هبتدي مع بعض بروشيكت جديد بفايل جديد البروشيكت بتاعي كل الفايلز الموجودة فيه هو فايل واحد واسمه first file الفايل ده نقدر نسميه بأي اسم عشان نكتب جواه الكود البرمجي بتاعنا زي ما هم تعودين تعالوا نشوف إيه الأوامر اللي من خلالها هقدر إن أنا أنشئ ملف نصي جديد ونقدر كمان إحنا نكتب جواه كلام معين أو نص معين عشان بعد كده نعمل كل العمليات اللي إحنا عايزينها على الملف ده فأول حاجة زي ما كنا شايفين مع بعض إن أنا هبتدي أعمل زي object من الأوامر بتاعتي فهقول إن ال-F بتساوي open وجوه الكوسين بتوعي open هلاقي إن أنا على طول بحتاج أحدد حاجتين أول حاجة وهي اسم الملف اللي أنا هتعامل معاه سواء كان حاجة جديدة أو ملف جديد أو حتى كان ملف موجود عندي وتاني حاجة أحتاج إن أنا أحددها وهي نوع العملية بمعنى إن كل نوع من أنواع العمليات اللي إحنا اتكلمنا عليها هلاقي إن فيه أمر معين أو ممكن نقول إن هو حرفه معين انختصار للأمر اللي أنا عايز أن أنفذه فتعالوا نشوف مع بعض المثال هبتدي أقول إن الفايل اللي أنا عايز أن أتعامل معاه على سبيل المثال اسمه test file ولازم أحدد إيه هو الاكستنشن أو إيه هو الامتداد بتاع الملف ده بمعنى إيه لما كنا بنيجي نعمل الفايلز اللي هيكتب فيها الكود بتاعي باستخدام البايسون كنت براحز إن أنا على طول بعد ما بسمي الفايل لازم أكتب .py وعرفنا كمان إن الpy هي اللي بتعرف الكمبيوتر إن الملف ده هيكون بسنغنة البايسون بمعنى إن أي كلام هيكتب جواه هي أوامر بلغة البايسون لازم الكمبيوتر يفهمها بالشكل ده فنفس الكلام لو هعمل ملف جديد بس المرة دي مش هيكون بايسون فمش هكتب .py أنا بالمرة دي هكتب .txt وبكده الكمبيوتر بيبتدي يفهم إن ده ملف نصي text t ممكن نقول إن هي اختصار لكلمة text أو نص فبالشكل ده ببتدي إنها أكون عرفت اسم الملف بتاعي طيب دي كده أول حاجة قلت إنها لازم أحددها إيه بقى تاني حاجة تاني حاجة قلنا إن هي الأمر اللي أنا هستخدمه على الملف ده فالأمر في الحالة دي إن أنا أصلاً الملف لسه موجود فأنا عايز أعمله عملية create أو إنشاء علشان أبتدي إن أنا أعمل عليه باقي العمليات بتاعتي عملية الإنشاء باستخدم لها رامز أو حرف اسمه x وعن طريق الـ x الكمبيوتر بيفهم إن أنا عايز أعمل create لي الفايل ده فتعالوا نجرب وندوس على run ونشوف إيه اللي هيحصل هلاحظ بالفعل أول ما دوست على علامة run لقيت فيه ملف زايد عندي في البروجيكت بتاعي وفعلاً مكتوب بنفس الإسم اللي أنا سميته في الكود وهو test file لو جربت إن أنا أدوس على الفايل ده double click علشان أفتحه هلاقي فعلاً الملف ده تفتح لي وفعلاً الملف لسه فاضي يعني أنا لسه ما كتبتش جوا أي حاجة وده بالضبط اللي إحنا عملناه كل اللي موجود عندي دلوقتي هو الملف اللي أنا عملتله عملية إنشاء بس لسه ما فيش أي حاجة جواه طيب تعالوا شفوك مع بعض إزاي هنقدر نحن نكتب حاجة معينة جوا الملف ده علشان إنه هنزن فيه بيانات معينة هقدر عن طريق الأمر التالي وهو إزاي ما احنا عرفنا هبتدي لأول أفتح الملف وبعد كده إن أنا أعمل عملية معينة عليه فابتدي أقول إن الـ f بتـ equal open وأحدد أول حاجة وهو الفايل اللي أنا عايز أعمل عليه العملية بتاعتي واللي شفتنا مع بعض إنه هو اسمه test file أنت كمان ممكن تكون مسمي الفايل بأي اسم أنت عايزه فبتبتدي بردو إن أنت expansion أو إن أنت تذكر اسم الفايل اللي أنت سمته له وتاني حاجة وهي الأمر أو العملية اللي أنا عايز أنا نفذها الـ x عرفنا إنه من خلالها بقدر إنه أعمل create أو إنشاء الفايل الجديد بس إيه الحرف اللي هقدر من خلاله إنه أعمل edit أو هعمل كتابة على الفايل بتاعي عشان أقدر إن أعمل كتابة ممكن نستخدم نفس الكلمات الإنجليش اللي إحنا عارفينها عارفين إن عملية الكتابة هي الـ write وعملية الإراءة هي read فعملية الكتابة اللي هي الـ write بتبدأ بحرف الـ w فنفس الكلام لو جيت كتبت له حرف w هو هيفهم بالضبط إنه أنا عايز أكتب على الفايل بتاعي بعد كده بحتاج إن أقوله f.write بالشكل ده نفس اسم الـ f اللي أنا سميتها أوريلي وأنا بعمل الـ object بتاعي و-write هي نفس العملية اللي أنا كتبت اللي حتصار بتاعها فوق وبعد كده ما بين القوسين بتوع الميصد دي زي ما إحنا كنا نتكلم عن الـ concept ده في الـ ob فزي ما كنا بنعمل في الـ libraries أنا برضو بعمل دلوقتي أنا بس أخدم objects وميصدز أنا ما عملتش أصلاً الكلاس بتاعها ولا كتبت الميصد نفسها بنفسي أنا بس أخدم حاجات مكتوبة جاهزة جوة لغة البعضة هقدر إن أكتب أي حاجة جوة الكوسين علشان أخنزنها جوة الفايل بتاعي فعلى سبيل المثال هكتب هلو نخلي الـ h-carate على سبيل المثال وتعالوا نشوف هل فعلاً ما هفتح الفايل بتاعي هلاقي الكلمة دي مكتوبة فيه ولا لا لحد دلوقتي الفايل استفاضي تعالوا نعمل run ونشوف إلا هيحصل أول ما هدوث على زرار run هلاقي بيقوللي إن فيه error حصل تفتكروا ليه فيه error أو إيه هو سبيل error السبب في كده إن أنا جيت من أول وجديد قلت له إن أنا عايز أعمل create أو إن أنا عايز أنشئ ملف باسمه عايد والاسم ده لأن فعلاً فيه ملف already معمول بنفس الاسم ده وعشان كده لازم إن أنا أحدد بقى اسم جديد للملف بسبب إن أنا افرض جيت عملت عملية جديدة وكتبت نفس اسم الملف وهو كان عادي ما عمليش أي مشكلة وكان عملي ملف تاني بنفس الاسم هل ساعتها في العملية الجديدة اللي هعملها وأكون كاتب اسم الملف ده أكون عايز أتعامل مع أول ملفة عمل ولا تاني ملف؟ أكيد الموضوع سيسبب لي مشاكل وعشان كده لازم منكررش أي اسم العملية عشان نحل الموضوع ده نقدر نحلها بطرق تاني أول طريقة أي إما إن أمسح الفايل اللي أنا كنت عملته بحيث إن هو يبتدي يعمله من أول وجديد أو إنه ممكن أشيل أمر الكريات أو الإنشاء علشان ما يعمليش فايل تاني بنفس الاسم أو ما يعملش أصلا كريات لإن هو قريدي عمل العملية دي في الكود اللي احنا عملناه لوران آخر مرة وبكده نكون اتعرفنا على إيه هو الفايل هاندلين وعرفنا إزاي نقدر إحنا نتعامل مع تكست فايل من خلال البايزة موسيقى